هل السوق العقاري سوف يهنهار أول شي؟ فيه انهيار بالسوق العقاري شي؟ ما أنه انهيار أوكا فيه تصحيح تصحيح؟ شو الفرق؟ الفرق أنه الانهيار بيصور مثل 2008 يعني ما بيقدروا يسيطروا عليه هيدا الانهيار نعم بس التصحيح أنه بدوا يتسيطر عليه يعني البنوكي ما بده تخلي شيء أو الدولة ما حتوصله يعني مع البنوكي ما حيوصلوا على المرحلة اللي كانت قبل قصة قصة انهيار التصحيح اللي حيصير بين العشرين وثلاثين بالمئة انخفاض بقصة قصة اللي عم نشوفه هلأ بالعكارات انه جمدت يعني بس طلعت الانتشوريت هلأ كنا نحط أفرز هلأ ليك مما تحكي بيقلك لا بعد في ضغط في ضغط وفي ناس طالبي بيوت وبدأ تشتري بس هلأ اللي عم بيصير انه بدل ما يكون فيه عشرين أفر صار فيه ثلاثة بدل ما يكون فيه ثلاثين أفر صار فيه خمسة يعني انه خفت الافرز على بيوت بعد فيه ضغط بس مش متل يعني قبل لما كانت عشرة وعشرين وثلاثين افر فيه بعض البيوت عم بيكون عليها بعض الولايات عم بيكون عليها بس مش كل الولايات انا اكيد عم بحكي بكل ولاية بولايتها يعني كل منطقة فيه مناطق او كل مدينة بمدينتها هلأ فيه مدن تأثرت وبلشت تنخفت ليش؟ لأنه أسعار البيوت هي أصلاً أصلاً أصحاب البيوت اللي عم بيبيعوا البيوت حطوا أسعار خيالية نصباً أنه نطرت فترة رجع صار يبطوا بالأسعار صرتوا هلأ بتشوفوا بعض الأوقات ما كنا نشوفها هلأ عم نشوفها عرفت أنه يحطوا السعر يبلش السعر من هالسعر ويطلع هلأ صارت البيوت يعني بمعنى حسب إذا البيت معروض بسعر منيح قداش عمين به بس هلأ من هلأ ورايح بقولها علناً يعني من هلأ ورايح بلنا الرائب الماركت كيف هو بس حيكون تحسوا أنه فيه صار فيه أنه يا صار فيه يعني مش انخفاض بس أنه سكوت بمعنى أنه جمدتي شوي ونحن هلأ كنا متوقعينه بس أنه هلأ الانتشوفات حتتأثر أكتر لحتى تنزل أكيد لأنه الأسعار طلعت أستاذ حسين دايماً بالأسعار لبيوت من الستينات لحلأ تطلع خمسة بالمئة أربعة بالمئة بالسنة آخر فترة طلعت عشرين، ثلاثين، أربعين بالمئة صح؟ نصبر بدأ ترجع تنزل للأربعة بالمئة بس يعني كتير عالم يعني وخبراء كانوا مبيتوقعوا هيدا السرعة بالنزول هل يطولها صارت أسرع ما كان متوقع عملية انخفاض أسعار المنازل؟ لا، بعدها ما نزلت بي بي أنه خلاص نزلت عشرين بالمئة لا، بعد بدأ وقت قديش بدأ وقت؟ انا عم بحكي بلشت 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 تتصحح بلشت تتصحح أنه بلشت الجمود أصار الجمود هلأ بس بعدها ما نزلت أنه بدأت تنزل بس بعدها ما نزلت هلأ هلا في كتير ناس ما هيوافقوا معي رأيي. بس انا عم بعطي رأيي اكيد. يمكن رأيي غلط ويمكن رأيي صح. بس انا بقي رايتي للسوق. وانا عم بشوف الماركت شو هو. انا هاللي شايف. انت اكتر واحد قريب للسوق. لانه عم بتشوف السوق بشكل مستمر. وعم بترقي بالتطورات. وعم بترقي بالشغلات. وعم حضرتك بتعطي كروض عقارية باكتر من ولاية. وعندك اشخاص بشتغل معهم بيشتغلوا ريل ستايت ايجنت يعني. صح. فلديك يعني نظرة في هذا الموضوع. صح. طيب. علي. الاسعار بتبع البيوت. جمدت. وهلأ بلشنا ننزل. اوكي. قصة العشرين بتلاتين بالمية. امتة منشوفها هيدي النزلة. ازا ضلت الفترة طويلة هلأ. هلأ الساس حسين في عندك تضخم بكل شي. اكيد. يعني فيش فيه ناس هلأ يمكن بلشت. يعني الناس اللي اتخار عبيوتة صار فيه ركورد لأس كابل مونه.